بلاش تعمل دمج للخلايا في الاكسل وهقول لك ليه لان عيوبها كتير لو مثلا هنا عندي مجموعة من الخلايا عملت لهم دمج ده بيؤثر على الحاجات زي مثلا لما تحب بتعمل ترتيب للبيانات لما تيجي تعمل ترتيب للبيانات وانت عندك خلايا مدموجة بيطلع لك رسالة انك ما ينفعش تعمل ترتيب للبيانات مسلا عايز تحدد مجموعة بيانات معينة او لما تيجي عند الخلية اللي فيها الدمج هيباوز لك التحديد بتاعك وغيرها كتير من العيوب بتاع الدمج الخلية فعشان كده الغي دمج الخلية اللي انت عامله وهقولك تعمل ايه عشان يبان عندك الخلية كأن معامل لها دمج بدون اي مشاكل حدد الخلية اللي انت عايز يباني شكل الدمج فيهم كليك يمين فورماد سيلز وبعدين نروح على ونختار من هنختار سنتر اكروس سيلكشن هندوس على اوكي هيبان عندك ان البيانات معامل لها دمج بس من غير مشاكل الدمج المعتادة الوقت نقدر نعمل فلتر او نحدد اي مدى احنا عايزينه من البيانات او ناخد كوبي وباست بدون اي مشاكل لا عايز تشوف فيديوهات اكتر من دي تابعني على كل منصات السوشال ميديا موتك عربي